يبدو أن القوى السياسية لديها شبكة عن كبوتية خطيرة جدا هذه الشبكة أما أن تخضع للضغط خلال مرحلة التكليف وقراءة السيفيات وإذا تحررت من الضغط القوى السياسية وانت خذت راحتك بالخيارات راح ينزموك بالبرلمان ما يصوتون على كابنتك شبكة من هذا النوع كيف للسيد علاوة أن يتحرر بنا حقيقة نص صعب جدا حديث عن حكومة مستقلين هذا ضرب من الخيال وأنا لا أتفق ما أتفضل عليه الأستاذ أحمد الكل يريد حصته من وزارة هذا الكلام المثالي يضيع في الكواليس لأننا أيضا على الطلاع عن الكواليس ما يدور وما يدور حول عمليات الفرض ثم نذكر الحكومة عبد المهدي السابقة كلهم قالوا سننحوه الفرصة وهناك أصبحت في زمن عبد المهدي ظاهرة جديدة أول سبح التي ظاهرة الملاج أن هناك ملاجين للوزارة أكو شخص واحد أحيانا سياسي يدير وزارة كاملة يدير وزارة العقود يم تعيينات يم أو ظاهرة مدير المكتب السركال مدير مكتب بس هو سركال حقيقة هو اللي ينوب عن الملاج الوزير اسمك رجل يهواي عن وحشة اللي أنا سميت الرجل الوزير الطرطور حقيقة لأنه ما فيه وزير طرطور المدير السركال والملاج هكذا كانت تقاطح حكومة عبد المهدي بأمان أنت ملحق على جرف الملح يملحق يملحق هذا نذكر قصة ملة فاخر ايه 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 كمي حقيقة لأنه مفهوم الإقطاع هذا أصبح إقطاع وهكذا يتم التحرك في ضوءها الآن الكل يحاول هناك قوة ممتعبة لأنها ابتعدت عن الحصة ولذلك أحيانا هي أما تقول أنه لا تريد لكنها لن سوف لن تمشي في البرلمان ثم يعني احنا عندنا عتبة أساسية وعقبة حقيقة هي أولا خلي قولنا هسا أستاذ أحمل كان هو عضو بالبرلمان خلي قولنا ما هي المادة يقول لنا أتحدى هسا وأتحدى كل البرلمان وكل الرئاسات إذا يقول لولي ما هي المادة التي استند عليها في عملية الترجح ما هي المادة في عملية في عملية تكليف ايه اتناقشنا بها كثير ومحدا طاني لا توجد المادة الوحيدة الموجودة هي ماكو التي استند عليها في عملية التكليف ثانيا هناك شيء مهم جدا إذا فشل حكومة علاوي لم تأخذ المجال 30 يوم سيحدث شيء مهم جدا وفق الدستور أنا أتكلم بالوفق منطقة الدستور لا بالوفق الإرادة السياق الدستورية سوف تخرج المسألة من يد الكتل الذي يمتلك الحق واحد هو رئيس الجمهورية لأنه المادة الوحيدة تقول حينما يفشل فرئيس الجمهورية هو الذي يرشح مو الكتل ترشح رئيس الجمهورية هو يرشح إذا خلى منصب رئيس الوزراء وحتى ما قيل أنه قال لهم في اجتماع علاوي عبد المهدي أنه بعد 30 يوم سوف يترك رئيسة الوزراء أيضا المادة الوحيدة تقول أنه سيصبح رئيس الجمهورية هو رئيس الوزراء وأيضا الفقرة الثانية من المادة الوحيدة تقول رئيس الجمهورية يكلف بمعنى الأمور ستخرج من دائرة الكتل ربما فقط عفقت عليها في عملية التصويت